اشتركوا في القناة من اجل المناقش هذا القضية نصديفه السي محمد بوسريف عضو مجلس مقاطعة عين الشوق عن حزب التقدم والي الشركي سي بوسريف مرحبا بك شكرا لإخوان دي الموقع انفاس برس على الاستضافة ونحن جينا هنا باش نشوها لجميع علش هد مقاطعة عين الشوق دائما في هذا الجدال والشد اللي ينقطع عليك ما بين المنتخبين دينا اولا قبل من تكلم ما نتكلم من جوك على هذا السؤال اولا لابد منش نترحمه على التفل ريان هالتفل هذا اللي الدولة كلها انها حركت جبلا من اجل انقاذ هذا الابن ولكن جميع مكونات الشعب المغربي انهم انخارطوا في العملية دي الانقاذ وكنشكر بطبيعة الحاج رجال الدرك المالكي ورجال الماطافي وكنشكره ذاك الحفار مولاي علي الصحراوي وكنشكر الاخ اللي في التراكس مدري 22 ساعة هو في التراكس ومع ذلك انه بقى مصر على الانقاذ ولكن قدر الله مفاعل وكنشكره على اعلى سلطة في البلاد اللي كانت منتبعة عن كتب اهد العملية وكنقدموا التعازفة المناسبة اهدى الاهل دي الول وقع السكان دي المنطقة الشون ابن فيما نعود للسؤال ديالك منطقة عين الشقب صار مقاطعة عين الشقب طبيعة الحال هي مقاطعة شأنه في ذلك شأن جميع المقاطعات خير كين واحدة النسبية فد العملية وأنهم مثلا لا شطين فد المجلس هذا أنه أرى المجالس الأخرى المهم بالنسبة لمجالس اللي أنا فيها عضو دي المجلس أنه كان مشاكل طبيعا الحال لأنه كان واحد كان واحد قبل ما نمتدف تحلوف والمشاكل اللي عرفها على المستوى انتخاب رئيس مقاطعة عين الشقب علش المقاطعة عين الشقب دائما فاتصدار ما بين المنتخبين سوى في عدد المجلس ولا المجالس السابقة الأول اللي غنقول لك هي بالنسبة للمجالس كينة نسبية المجالس تختلف باختلاف طبيعة الرؤساء اللي كانوا فيها والمكاتب اللي فيها إلى الشديد ما دعونا كنتم ودير المقاطعة في ولايتين في مثلا من 2003 و2009 صحيح كانت بعض المشاكيل مع المكتب بالرئيس مع المكتب كانت بعض المشاكيل طبعا الحال وكانت في 2009 و2015 مع شافيق ابن كيران كانت هناك بعض المشاكل كانت بقى مشاكل ولكن في هذا المجلس اللي صراحة اللي كيبال لي أنا هذا المجلس هذا اللي البداية شوية كانت بداية متعتيرة بداية متعتيرة لأن التحالف ما كانش تحالف تحالف حلا كانت واحد ولادة ولادة ميتة لأننا من التحالف كانت صدعت على مستوى الأحزاب تحت التحالف كانت تحالف وطني ولكن نلقع واحد الخلاف ما بين حزي الاستقلال والأحرار هو مثلا كما كتعرفو أن التحالف كانت تحالف من ثلاث الأحزاب على المستوى الحكومي على المستوى الجهوي على المستوى الإقليمي وكانت طبع الحال خسوة كنت على المستوى المحلي وبالنسبة للمقاطعات وتكشي كان شوف بالنسبة للمقاطعات حين الشق كان فقط تحالف بين الأحرار وبين البعم التحالف هذا اللي أنا كان شوف البداية دياله كانت بداية متعتيرة لأنه أصلا أصلا هذه كل اللوائح اللوائح دياله دياله ديالد الاحزاب كانوا شوية كان واحد خيص عام كان واحد الجادار كانوا هداو واسميتو راه الاختلاف لم يشي مشكيل ولكن غين لن يجبه لا يطوره الى ملاسنات وإلى مشادات هذا كلامية وهذا ولكن الاختلاف اهدا طبيعي غادي كل اختلاف نحن ثلاثين واحد وكان مجموعة الأحزاب مكونات الأسبعة وثمانية الأحزاب مكونات المجلس فطبيعي كل حزب عنده إيديولوجيا دياله وعنده تفكير دياله وعنده واحد تعاقد مع السكان ولكن جينا نحن نتكلم عن نفسي عن أبو سريف ديال عضو ديال المجلس أننا ندخله باش لرأب هذا البشكي اللي كين ما بين بابي الأخوان ورأى لا شافيق من كيران ولا شافيق عبد الحق ولا فاهيم هذا رغم الناس اللي قدروا متنان إلا 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 كانت واحد تحلوا بيناتهم وكانت سميت رأى تكون المشاكل بكين القضية اللي دائما تتجبت في مقاطعة عين الشوق هي القضية عن ملاعب تعالقرب وهذا الملاعب تعالقرب من اللي خلقين النقاش داخل المقاطعة أشنا فصل المتتبعي قناة أنفاس فريس سبب هذه المشكلة هو هات القضية ديال المشكلة ديال الملاعب القرب هو ملاعب القرب حنا نظرنا في الدورة الدورة الأخيرة تكلمنا على أننا غايكون واحد اللوجينة واحد اللوجينة مكونة من جميع العطياف السياسية المكونة المكونة المجلس المقاطعة وهي اللي غايكون يقول لها المسألة ديال المراقبة و ديال التقصي و ديال اسميتو على هات الملاعب ملاعب أولا خصنا نفرقوا هات المسألة كنا ملاعب اللي هي ملاعب ملاعب القرب ملاعب كنا مجموعة ديال ملاعب كنا بعض الملاعب اللي شادين جمعيات ديال غايق لنحرها من اللاجمات و ديال المناجب ترجع للمقاطعة اراه لا احدا يقول اسمي تو أنه ضد هذا المسألة ديال يكونوا المناعب تابع المقاطعة مقاطعة لتدبرهم مقاطعة لتدبرهم و تسيرهم وهذا و إلا كان إحتى مثلا إلى كانوا خصنا تكون مثلا كنادي و مجموعة ديال إخوان تكون مجانية حتى إذا كانت واحد من المبلغ مالي American needs to be one of the with Qaraatijibah قرار جبائي يحدد للمبلغ قرار جبائي يتكلم عن مجالس ملاعب القرب مجالة ملاعب القرب لكن لما تحدث منك كل استخلاص أنت تستخلص بأي قانون تستخلص مع المواطنين هناك ملاعب ملاعب القرب تابعين الذين يدخلون الجمال هناك بعض الجمعيات التي تعطيتهم أنهم يدبرون هذا الملاعب ويعتبرون بأن الملاعب ديالهم هناك ملاعب لا يوجد ملاعب أخير تقول أن المستوى الملاعب القرب لا يعمل في عين الشوكور في الدارة وعقد شراكات مع الوداديات والجمعيات محدودة في الوقت من أجل تقييمها من بعد لا يسمح سيلي أن تعطي الجمعية هي للدبر لأننا ندوي على مقاطعة عين الشوك وأنا سأقول الرقم ليس رقم جوزافي لأن هذه واحدة ثلاث سنوات أو أربعة سنوات أرى عدد الجمعيات أرفقها سبعمية جمعية أرى أن أعطيها إلى واحدة جمعية أرى أن أقول لي مشكلة إذا أعطيتها إلى واحدة جمعية كيف ما كان الحال؟ أرى أن أعطيتها إلى جمعية أخرى؟ أرى أن أعطيتها إلى جمعية أخرى؟ أرى أن يقول لي لا أرى الولاءات الحزبية؟ أرى أن الحزبية أرى أن المشكلة معها بالقرب تسيئت بزاف أرى أن تتمارس في السياسة أكثر من مواقع هذا بصراحة خطير جداً لا يعقل أننا نكونوا في المجلس ونبدأوا نحن ندبروا هذا ونستحضروا الأحزاب دينا في التعامل مع الجمعيات بالأكس أنا عندي واحد تعاقد مع الساكينة وهذا ندير المسائل من الموقعي في المجلس ولكن مني تكون مسألة تتعلق قد تتعلق مثلاً كما كان ندروا ذلك على الملاعب ولهذا فالجمعيات يجب أن تكون على قدم وصاق نتعمل معهم على قدم وصاق وفعالية المجتمع المدني لا يجب أن نرى صحيح الجمعيات تأتيت السياسات ولكن نحن كمجلس يجب أن ندروا للجمعيات ندروا لها نظرة وحيدة الجمعيات لدينا كلهم يكونوا بحال بحال وش تشوف هذا المجلس الحالي إذا بدأت تركيباً الذي كان حالياً قادر أنه يحل مشاكل تعين الشق ويحل هذا المشكلة عن ملاعب القرب ونخرجهم لهذا الشدلين القطاع أنا أريد أن نكمل لأننا قلت لك كان مجموعة الملاعب كان ملاعب لدينا القرب دون عليها كان ملاعب مثلاً ملاعب لتابعة لتابعة مثلاً اللي تخذت في إطار المبادرة الوطنية هذه اللي تخذت في إطار المبادرة الوطنية ماشي مشكلة تحطت في طاولة ديل النقاش وتكلموا عليها بكل أريحية أشن هو المشكل فيها أشن هو ده برا المشكل في كين المشكلة كلهم لها الطرف والطرف الآخر كلهم لديهم نواية حسنة ولكن غير باش يحطوا أنا عندي وحدي نقطة الخلاف نحطت نقطة الخلاف وننقشوها 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 وشهد المجليز قادر يديرت السياسي لسدار النواية وننقشوها وننقشوها أنا لسمح سلياف أنا بالنسبة لي كنطن يلد دفرة الجهود وكيما كنسعى وحنا أنا نقرر بوجهات النظر ما بين هالطرف والطرف الآخر نقدرون نوصل وحنا ما نقول لك أنا طوباوي نقول لك المجلس أنا لا أعطيش غاية دير ولا هذا أنا صحيح المجلس أنا بكل بداية أنا بالنسبة لي بداية بقى بداية متعتارة كنوا واضحين ما نقولوش كن ندرقوا شمش بالغربة كيما كيقولو ولكن إحنا عدنا بخمش شهر نقول سبتمبر أكتوبر نوفمبر دير سومبر نحنا تقريبا وحتى ستة أشهر كانت مننا ربقى خمسة سنوات ونسب كانت مننا الشهر المقبلة والسنوات المقبلة أننا ما نبقى وش عندنا غير هاد ملاعب القرب هي هي اللي اللي حاضرة في مقاطعتين الشوك دبرا رؤوليتي كتدو على مقاطعتين الشوك تقول ملاعب القرب أنت في حين الساكينة عندنا انتظارات أخرى رأى من بين الانتظارات خصنا واحد خصنا واحد مستشفى إقريمي ما نبقى وش نتبه الساكينة كانت تهوض تهوض اللي اسميته اللي اسميته اللي اسميته من حيثه من حيثه الساكينة كان نفعي الشوك فعين الشوك خصصات تستحضر بناء واحد المستشفى اقريمي اللي يلبية حاجة يدع أدرت على سيدة معروف يعني سيدة معروف حلو حد الطفل يتيم بالنسبة لمقاطعة عين الشوك رغم أنه يعني يتيد أموال كثيرة بوجود هالمركبات يعني خدماتي يفاق في المنطقة ولكن ما تتمش التركيز عليه بشكل كبير علاش؟ بالنسبة للسيدي ماروف، إذا سنتعلم عنه بحلقة، سنتعلم عنه، إذا كان أكبر عدد المنتخبين في واحد المكان، أنهم يخدمون تقريباً هذا المنطقة للسيدي ماروف، أولاً أسباب النزول، مثلاً أنها جمعت معين الشق، لأن عين الشق في ذاك الوقت في 2003 كانت فيه تقريباً 180 ألف ناخب، في حين أننا في سيدي ماروف كانت 18 ألف، وأصبح ينظروا إلى عين الشق كأنه دائرة، فمن يدخل العين الشق كان في 2003 كانوا واحد جوش الأعضاء اللي كانوا واحد كيبوزين بريشي، كان في سيدي ماروف، كانوا واحد كيبوزين بريشي، فمن يجهة 2009، كان وقال أغرر عبدالطيف الناصري وكان شوش والثلاثة، في حين جميع المنتخبين كانوا مركزين في عين الشق، لذلك هنا بقى ذاك الهجيس، لأننا سنخدمون معين الشق أكثر من سيدي ماروف، مع العلم، كيف كانت كنت ندرسة عن المخدم السيد اللي يصوت عليه؟ مع العلم، مع العلم، أنه كانوا بعد المجلزات، تعلمني كنت أقول مثلاً من سعود 2015، وكان مثلاً 2003 و2009 كانوا واحد ملاعب دي القرب اللي كانوا يدروا في ذاك الوقت، لكن ما مشاكل تعسيدي ماروف؟ و2009 نكمل، و2009 داروا بعض المجلزات، منهم مثلاً كانوا واحد صوق بام، دار مركب ثقافي ديال سيدي ماروف، دار واحد اسميته تهيئة، واحد اسميته صوق بومال، دون قادوا في سيدي ماروف، لكن الان خاص بماروف، يتحرك، لماذا؟ Потому أن أكبر عدد من المنتخبين كانوا في سيدي ماروف؟ نلوق اللي كانت من المقاطعة عن سيدي ماروف، ليس مقاطعة عن الشوق، لأن أكبر عدد من المنتخبين كانوا في سيدي ماروف، لقد أطلق من المكتمب السيار لكن الأخطة الوجود حدد كثيراً لنواب أولاً، وشابه كان الحكومة من المجلسات، وكذلك كان الوقت أن يدرر السيدي ماروف، لأني كان شطراً كالرأيي، سيدي ماروف خصوها للعمال وخدمة، وكي لا ننسى أن سيدي معروف يجب أن نلبيه طلبات المجموعة الجمعية ماذا تقول لك؟ تقول لك الآن سيدي معروف عرفوا على الكتافة السكانية خاص سيدي معروف يتخزمها هذا هو الذي يجب أن يكون سيدي معروف مقاطعة مستقلة مقاطعة مستقلة وحيث لك المقاطعة مستقلة بطبيعة الحال سوف يلفت قليلاً سيدي معروف مقاطعة مستقلة سيدي معروف نهاية الحلقة سوف أعطيك ثلاثة الأسماء تقول لي بخلاصة شافيق بن كيران شافيق بن كيران هو رئيس ديالي رئيس ديالي كمدير سابق ورئيس ديالي كمنتخب نتيدون كنا أو كنن له كل تقدير وحترام عبد الحق شافيق عبد الحق شافيق حتى هو رئيس ديالي كان رئيس ديالي في الولاية 2003-2009 محمد فاهيم هذا صديق وأخ عزيز جداً صديق وأخ أنا ما عشرته كرئيس ولكن عشرته كعضو ديالي في المجال السابقة سيدي عنده كفاءة وكبين على علوع الكعب دياله في المجال السيدي ما تتشوفش بأن من أجل خروج عن الشق من هذه المتهاد التي تنادروا عليها وأن يكون أحد اتفاق تولاتي ما بينها ثلاثة دياله ما رأي شيخ سيكون وأي شيلي كنسع أوليه أنا بعدها شخصياً والله على ما أقول شاهد أنني كنسع أننا من موقع المتواضع هو أنني نجمع هذه الناس لاسي عبد الحق شافيق ولاسي شافيق بن كيران ولاسي فاهيم حيث هذه الناس بتلاتة تقبيع عن الشق إلا هذه الناس هادو مجموعي وتكتفت الجهود بلا تمتك شي وتركوا الخلافات الجانبين وهذا مع إشراك إشراك الطرف الثالث اللي هو حزب الاستقلاف رأى تقبيع بأن المقاطعة غتمشي مقاطعة غتمشي أحسن المقاطعة اللي كانت منها أنا شخصياً أنا أمتين مقاطعة عين الشق كانت منها مقاطعتي تكون أحسن مقاطعة في جماعة الدار بيرا سي محمد بوسريف شكراً جزيلاً على قبول الدعوة متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي